نهاردة هعمل الراعي الرسمي للعظمات أو لأول يوم رمضان أو لأي حد إحنا عايزين نرحب به نعزمه عندنا أو حد عايزنا يعني عزمنا عنده هي المحش المحش ده يعني 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 الهيرو دايما بتاع أي صفرة لو عاملة محشي كرومب ورق عينب أي حاجة هتلاقي على طول على طول الناس متوجهة إن هي تاكل المحش الأول بعدين أي حاجة تانية النهاردة بقى هنعمل المحشي هنقطع الكرومب وهقول لكم زي هنقطع بطريقة سهلة جدا جدا هنخزنه هنعمل خلطة المحشي اللي هتكون معاكي جاهزة على طول هتطلعيها من الفريزر هتحط عليها كل اللي هتحط علي الرز وتحشي ويبقى كده أنت عملتي اللي هو بيأخد معاكي وقت كبير قوي قوي خالص خالص هتعمليه بأسهل طريقة وفي أسرع وقت أول حاجة أنا هقول لكم إزاي أنا بعمل خلطة المحشي وطبعا طبعا أنا عارفة إن إحنا مصريين بنشتهر بالمحشي وكل واحد فينا ليه تاتش كده بتاعه فأنا طبعا يعني هقول لكم التاتشات بتاعتي وإنتوا كمان ياريت تعديلوا علي لو عندكم أي تعديل إضافة أنا هكون طبعا مبسوطة جدا إن كلنا بنتعلم من بعض تعالوا بقى ننزل بمقادير خلطة المحشي اللي تنفع لكل أنواع المحشي تمام؟ عندي هنا الأول أنا هنصلق الكرمب فعندي كرمبا متوسطة الحجم كده عندي هنا 2 كيلو طماطم 1 كيلو بصل أصفر حزمة بقدونس 2 حزبة بقدونس 2 حزمة شبت 2 حزمة كوزبرة ثم أفروم وعندي صلصة عشان أعزز اللون كمان مكعبات خضروات خضروات مش أي حاجة تانية فلفل أسود كمون ملح السبعة بهارات وعندي بقى أي حاجة للتفريز زي ما أنتو عايزين تمام؟ أول حاجة هعملها إيه؟ أنا هنا مسخنة الميا تمام؟ بس قبل ما سخن الميا يعني قبل ما نبدأ معنا التليفون ألو يا هبة ألو مسائل خيال؟ يا مسائل نور يا هبة إزايك؟ إزاي حدرك يا شرف؟ الحمد لله يا حبيبتي أنت عمنا إيه؟ الحمد لله تمام ألف مبروك على البرنامج الجديد حضركم منورة يا حبيبتي ربنا يخليك إليه مرسي أنا منورة بيك والله يا ربنا يخليك يا رب بالتوفيق كده إن شاء الله حبيبتي ربنا يخليك التوفيق لنا كلنا قوليلي إيه المحش بالنسبالك في الأيام العادية مش هقول بس في رمضان إحنا المحش بالنسبالنا أساسي في كل وقت أه بتحبين؟ ورق العنب ده حاجة أساسية لأولاد بيحبوه جدا طبعا وشعال سبعة في رمضان وكمان السيزن بتاعه دلوقتي فبيبقى ممتاز يعني ما أنا بقى نخليه ورق العنب ده لأول يوم في رمضان مش هحراقه دلوقتي بصراحة على كل التركات اللي يخلي معيك ورق عينب ولا المحترفين النهاردة يوم الكرنب العالمي بخلطة المحش اللي تنفع لكل الأنواع المحشي وعندنا حلقة للورق العنب العظيم يعني اللي مفيش حد يختلف على حب لي نورتيني يا هبة وكل سنة وانت طيبة حبيبتي ومرسي على مكلمتك وعيدك دايما تسمعيني صوتك ومشاء الله يرحب حبيبتي مرسي بصوا بقى أنا بجيب الكرنباية تمام؟ ليها طرق كتير بس النهاردة النهاردة هقولوك على أسعى الطريق أنا هجيب الكرنباية والسكينة واروح شايلة القطعة اللي في النص اللي في النص دي بصوا ازاي أهو هدورها كده من غير ما وصل للآخر دي بقى بطريقة بسيطة جدا لما أعمل كده وحطها في المياه هلاقيني على طول الحاء الورق كله بيسيب بعضه من غير أي حاجة أهو شايتين؟ أروح أهو بس كده أهي طلعت معي من قلبها خلص هجيب هنا مياه أهو بتغلي تمام؟ هحط فيها ملح وكمون أهو ملح وكمون كمون طبعا مهم جدا علشان احنا عارفين ان الكرنب بيعمل بعض الانتفاخات فهو مهم جدا الكمون معينا هنزل دي كلها شايفين؟ أهو عندي أهو وهبدأ بقى إيه؟ أجيب كبشة كده واخد من المية دي أحاول أخد من المية دي وحط في إيه؟ في قلبها هلاقيها استوت معي ما فيش أي وقت وبسهولة جدا أهو هسيبها وهقول لكم هنعمل إيه تاني طيب دلوقتي بقى أنا عايز أعمل إيه؟ عايز أعمل خلطة المحشي خلطة المحشي دي عبارة عن إيه؟ عن طماطب عن بصل طبعا وبصل كثير علشان يخلي دايما خلطة المحشي معي طماغل وتوابل شوية التوابل كده مهم جدا جدا تتحط في أي خلطة محشي طيب هعمل إيه؟ هجيب الأول بس مصفى علشان أطلع معي هنا الكرنب وسهل على نفسي أهو أنا بحب جدا أعمل البصل البصل بتاع الكرنب أو المحشي عموما ما يكونش ناعم قوي ما يكونش يعني مفروم ناعم فبحب أضربه هي كبة عندي هجيب داه بس كده عشان تشوفوا معي أهو دي كبة عندي ما عندي كيش كبة ممكن تبشريه بس تبشريه خاشن شوية ما عندي كيش على فكرة فإحنا كل أمهاتنا زي منك بتعملوا على إيديهم عادي جدا وأنا لحد دلوقتي بعمل البصل على إيدي بس إحنا بنسهل على بعض طبعا وقفة المطبخ فهجيب برضو إيه أنا عندي هنا سكينة هجيب أهي السكينة واروح جايب البصل بصل أصفر يفضل أنا عارفة إن عارفين دلوقتي إن البصل إيه؟ الموسم بتاعه فأنا أفضل البصل أصفر لإنه ما بياخدش وقت إن أنا بس أدبله ما بحبش أسبكه يعني أصفره جامد أو أعطيه لون دهبي جامد لا أنا كل اللي بعمله إن أنا بقلبهم شوية على البوتاجاز لحد إيه؟ مصطلح كده كلنا بنقوله السلسق تشكشك تشكشك كده إنها تبدأ إيه؟ هترتش شوية تمام؟ هترتش شوية فإيه؟ أنا كده خلاص أنا مش عايز أكتر من كده أحط بقى هنا بصل كتير كتير أنا بحب جداً لكل كيلو طماطم مثلاً بتاع خمس بصلات إيه؟ كيلو طماطم ثلاث بصلات أوكي؟ فعد عشان اثنين كيلو طماطم مقطعينهم أهو كيلو طماطم ثلاث بصلات أضرب بصلات على سين يبقى سهل علي وأقول لكم نعمل إيه؟ طبعاً إحنا أي حد نحبه أي حد بيحبنا أول حاجة أقول لنا تعالوا بس ونا أعزمكم على حلة محشي تكون زي ما تكون بقى أهو بس كده أروح جايبة الحلة دي عندي أروح حط فيها كمية زيت معقولة مش هكتر زيت كتير خلاص وأروح منزلة إيه؟ البصل ناخد بس اللي ما تفرمش ده معين أهو هكترين؟ كل ده في وقت واحد بجهز هنا وبجهز هنا وأقلب هكمل تاني بصل طبعاً وفي الوقت ده هضرب التماطم كمان أهو البصل بقى يعني حتى بعمله في الكبق وبيعيطني البصل ده يعني جبار بصراحة والله لو إيه؟ والله إحنا كنا حطينه في مية لا هو بس والبصل قادر لو إيه برضه هيخلينا نعيط من دمه أهو طبعاً لو عندكم كان بأكبر تخلصوا كل حاجتكم بأسهل أنا عايزة هنا بس إيه؟ ههدي النار هنا على البصل أهو وعايزة هنا أوريكم إزاي الورق بصوا بصوا عند الكروم بصوا بدأ يسيب إزاي لوحده بصوا خلوا بالكو أنا مش هسلقوا قوي قوي لإني لسه هشيله في الفريزر فلما بشيله في الفريزر كمان بيطرى معي شوي أهو شايفين؟ أهو حاجة سهلة جداً وكمان لما بيتحط على بعضه كمان بيطرى أكتر أهو ولا أسهل من كده لا وليسه كمان بقى طريقة تقطيعه هتبقى بالنسبة لكم مفاجئة هسيب علشان ده كان جوه لسه وأكمل البصل أنا مش عايزة أتكلم بس وأنا بعمل البصل علشان إيه؟ تسمعوني أهو أهو نأخذ شوية بصر علشان هي مصممة ما تتخنش لحبة صغيرين أهو ماشي أوكي تمام هي أخذ برضو اللي فيها وأخطه وأضرب إيه؟ طماطم يمكن هو فيها مثلاً حاجة تحت فدي مش راسية كويس أهو تعالوا نفضي كله أهو البصل هنا بقى بحب قبل ما أحطله الطماطم أعمل إيه؟ قبل ما أحطله الطماطم أحب أحطله شوية التوم بيخله ريحة تجنن أحطله شوية التوم يدبل كده معهم وأول ما يبدأ يدبل يعني أحس أنه هو كده اضطري شوية في قلب الزيت هعلي عليه؟ أروح أطله شوية التوابل بقى تخلي الطعم والريحة خلاص إحنا كده بنعمل محشي أمسح إيه؟ أشان إربيس وقع فهم تليم دلوقتي بيتكلموني أهو أهو طبعاً في أكلات زي ما اتفقنا بتبقى أساسية في رمضان زي ما اتفقنا المحشي يبقى أساسي في رمضان كمان الرؤاء وورق العنب سفر كده البط بالمرتع في حد قال لي أنه هو كمان بالنسبة لهم لازم في رمضان يعني اللي هو أي أول يوم رمضان ده يعني لازم يأكله بط بالمرتع ويه لا المرتع المرتع غير المرتع لا أعجباً أخليها لك يوم حلقة البط بالمرتع أهو فعلاً كانت في حاجات تحت هي اللي مخليها من الشعار تكلف أهو وننزل ثاني على قد كمية الطماطم هنحط البصل طيب أنا هكتفي كده بالبصل أوكي ونخلي هنا معينا ودي فيه ناس بتسلقها بصو فيه ناس بتسلق ده والعروق وبتخللهم أنا أعملكو حلقة مخللات سريعة تتاكل في ثلاث ايام هتعجبكو قوي هنزل بس الحاجات دي تحت ونوضب مكاننا ونطلع خلطنا ونبقى كده جاهزين نعمل الطماطم أبا اهو الطماطم الايام دي حلوة جداً هتوها وبرضو اعملوها صلصة هتوفر معاكو وقت كتير جداً الطماطم بقى بتاعت الصلصة بتاعت المحشي او اي طماطم ما بحبش احطلها ميا اقولكو بعمل ايه؟ بضربها بخليها هي تعمل سوس الاول وبعدين اروح ضربها كلها بصوا كده هي تعمل سوس شوية وبعدين بقى تبدأ تضرب كلها تطلع معانا عاملة زي البيوري ميش فيها مياه خلص كأننا بشرنها بص هنا بقى طلع كمان الكروم اهو اهو بدأت اوصل للسخنة فهستسلم وهمسك الماسك شايفين؟ اهو خلاص كده اخدت معي سلقها حاجة فيها اي صعوبة ولا اي حاجة ونكلم باري نشوف طريقتها بقى في المحشي ممكن تطلع اشطر بكتير يا باري ايه حبيبتي يا بيفو عاملة ايه؟ ايه الحمد لله يا حبيبتي انت عاملة ايه؟ منورة يا جميلة منورة دايما يا حبيبتي ربنا يخليكي ربنا يخليكي يا بيت عنده اضافة جديدة اكيد ماشي بس احنا في الاخر بنتكلم في ايه؟ يا حبيبتي ربنا يخليكي يا باري ربنا انت عارف ان انا ما بيجاملش يعني انت ربنا كده دايما يحصل ما بين ايديكي يا حبيبتي ومش محتاج اي حاجة خالص ومش محتاجين اي حاجة اه وكل سنة وانت طيبة ودايما متقلقة كده ودايما شايفينك كده معنا وحبين بقى وصفات كتيرة كده عشان رمضان حاضر حاضر وانت لو عايز اي وصفة انت عارفة على طول بعتيني بس وانا على طول هنفزها حبيبتي منورة دايما كنصتين كده ومنورة التليفزيون دايما عمتا وربنا كده يباركلك ووصفاتك والله فعلا والله ما مجاملة يا جماعة والله ما مجاملة منستفات فعلا 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 حبيبتي حبيبتي ربنا يخليكي ومرسي او يا باري على مكلمتك ويقوللي انتو اول يوم رمضان بتاكلي ايه؟ ايه اول يوم رمضان ان شاء الله هنعمل حمام وشربة فريق ايه نكتب في المنيو يا رانو ايه هنعمل حمام وشربة فريق علشان ايه هنعمل حمام وشربة فريق علشان يا حبيبتي تسلم ايدك تسلم ايدك كل سنة بنتي طيبة يا باريو مرسي يا حبيبتي على مداخلتك بصوا بقى انا خلصت هنا طلعت الكروم ببقى تمام عندي هسيبه يهدى اوكي؟ ويقولوك هقطه ازاي بطريقة مش هتتخيلو سهولتها خلاص اجيبو كده طيب هنا دلوقتي ايه؟ انا قلتلكو هتبل البصل قبل ما احط الطماطم هعمل ايه بقى؟ البصل بيعمل عمل رهيب زي ما قلتلكو بحط ايه بقى لخلطة المحشي علشان تطلع عظيمة؟ ماشي؟ بحط بهارات السبع بهارات اه سبع بهارات وجربوها بتطلع رائعة رائعة في المحشي تطلعه ريحة طحفة طبعا كمون اساسي بصوا بقى الكمون اساسي مع الورق العنب مع الكرومب مع البتنجان مع الكوسة مع المحشي مع اي نوع محشي معنا الكمون ده رائعة تمام؟ هحط ايه تانية؟ هحط فلفل اسود بصوا اصلا ريحة خلاص طلعت هحط ملح بسيط قوي قوي مش قطر الملح خلاص وهحط مكعبات مرقة خضروط بتدي طعم تاني اوكي؟ اهو واقلب ده الريحة بقى تجنن دلوقتي خلاص خلاص قلبتو عندي الطماطم اللي دربتها شوفتوني دربتها ازاي من غير نقطة مية اروح من ضيفاها كده شايفين بتنزل ازاي بصعوبة ما بتفصلش انها نفهاش نقطة مية اهو معي هزود ايه بقى؟ هزود صلصة صلصة بتقوى اللون جدا يعني انه بقى عاملين محشي الصلصة بتاعته هو دلوقتي الطماطم حلوة يعني عايز اقول لكم دلوقتي الطماطم حلوة جدا ولونها حلو جدا وخيرها فيها يعني دلوقتي طماطم حلو قوي عايزين تستخدموا صلصة؟ استخدموا مش عايزين براحتكو بس انا بحب جدا احط معلقتين صلصة تلاتة برضو عازز اللون خلصنا بقى بصوا دلوقتي ده هعمل ايه بقى؟ طبعا هسيبها زي ما قلتلكو تعمل ايه؟ تشكشك تعمل ايه؟ تشكشك لحد ما تشكشك بقى هنطلع الفاصل قصير جدا جدا ونرجعلكو بسرعة نتكمل اسهل خالطة محشي واسهل تقطيع محشي وتفريزو كمان استنونا بعد الفاصل هنرجعلكو بسرعة ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى ورجعنا لكو بعد الفاصل يعني لقيت الكورومب برت جدا قلت اتسالة لحد ما ترجعولي انتو شفتوا انها سلصة شكشكت اول ما حطيت خلاص الطماطم بصوا هو ده اللي انا عايزة مش باسبها تتسبك يا جماعة انا بس باخليها زي ما انتو شفتوك هيا دي الشكشك اللي انا بقولها ومش عايزة اي حاجة تانية هي كده بقت جاهزة معيها هاسبها تبرد لازم تبرد تماما وبعدين احط الخضرة ليه؟ لان لو حطيت الخضرة قطعتها وحطيتها دلوقتي في التسبيك الخضرة دي هتسود ولونها مهمش يبقى حلوة خالص لا انا هاسبها تبرد تماما تماما وبعدين احط الخضرة وبعدين افرزنها تمام؟ دلوقتي بقى هوريكو اسهل طريق التعطيع للكورومب ومش انتم معي انا اخلص كنونب وحنا هوا بصوا انا بجيب الورقة كده شايفين؟ وبقطاها اهو 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 الورقة اهو اهو تمام؟ اروح اوكي اهو اهو الورقة شايفين؟ بروح تانية هكده اوكي؟ بخلي العرق البر اهو واروح عملاها كده اهو واخدين بالكو شايفين؟ اهو واروح لفاها كده كده وعينها على جنب ليه هقولكو ليه؟ مشي؟ علشان هنقطعها برضو بطريقة سهلة قوي ولا من غير هندسة ولا مصطرة ولا اي حاجة يا حاجة اكرام هلو؟ ازايك يا حاجة اكرام؟ ازايك يا حبيبتي مبروك الف مليون مبروك يا حبيبتي ربنا يخليكي يا ربنا يخليكي مبروك على البرنامج جميل 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 قوي قوي يا حبيبتي يا رب يا رب يكون اضافة ليكو يا رب وتنبستو يا رب معي يا رب يا حبيبتي يا رب مبروك الف مليون مبروك على البرنامج يا حبيبتي ربنا يخليك البرنامج جميل وطريقة الجميلة حلوة قوي 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 ما تحرمش منك يا حاجة يا رب كل سنة وحضرتك طيبة يا رب رمضان وربنا يبلغنا رمضان يا رب يا رب يا رب يا حبيبي أنا طلبة منك حاجة بقى لو سمحت تفضلي أنا عندي ديكرومي عايز أعمله على رمضان الله عليك الله يخليك ديكرومي أعمله إزاي وأعمل عليه إيه حاضر هقولك حاضر يعني حضرتك أنا عريفني أنت عايزة ديكرومي حالا هقولك كل الطريقة اللي هتعجبك وهتخلي الناس كلها حقيقي اللي هتاكل منه هتفتكرك ان انت عاملاه عند حد مخصوص لتسويت دي كروم شو أنا يخليك يا حبيب حلوس حالا يا حاجة اكرم منورتيني كل سنة وحدتك طيبة ويا رب يا رب اكون بعرف اعمل محشي ولو ربع زيك طيب طيب بصوا انا بس هوادي ده كده ايه هنا انا هاخد ده اللي انا بمسكه قطعته شايفين بالتقطيع دي وبروح برماكد شايفين اهو اروح عامل ايه بقى خلوا بالكم معي شايفيني مش شايفيني شايفيني ماشي هروح ايسا انا عايزة صبوع المحش عندي ايه وروح اطعم انا عايزة صبوع المحش عندي ايه وروح اطعم شوفتو اروح مسكة دي فرديها شايفين عايزة المحش قد ايه اروح اطعم بقيت عندي ورقة خلاص عايزة المحش قد ايه عندي اهو وكله هيبقى قد بعضه وما عنديش ورقة واحدة مهلوكة ورقة واحدة مهلوكة مش عندي صح يا لمية صح صباح الخير صباح الفل مليون مبروكة على البرنامج وطريقة الجميلة جدا 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 ومبسطة يعني انا دلوقتي عايزة اعمل محشي يا حبيبتي ربنا يخليك هنعمل محشي وهناكل احلى محشي كلنا مع بعض عامل ايه اغبارك كل سنة وانت طيبة وانت طيبة ورمضان كريم يا رب وانت بقى سنة حلوة علينا كلنا ان شاء الله يا رب علينا كلنا يا حبيبتي يقعد علينا كلنا بالخير يا رب يا رب ان شاء الله انا طلبة بقى منك حاجة اتفضلي مشكلة الكنافة انا دايما اعملها يعني انت بقى عايزة تضرفة الحاجة اكيد ده علشان العسل العسل احنا بيتهيقلينا ان كل انواع الشربات واحد انا ان شاء الله هنعمل حلقة عن الشربات لكل نوع حلو تمام هكتبها وهعمل هلك قبل رمضان كل ده هيكون قبل رمضان عشان ندخل رمضان جاهزين ممكن انت كنافة كمان بيتجيبنا لو سمحت يا السلام يا السلام عيني بس كده بس كده تسلم عيني حضرتك تأماري مرسي شكرا انتقال الله يكون برنامج حلو لنا يا رب حلو لنا كمان نتعلم منه حاجات كتير يا رب وانا اتعلم منكو دايما كده معايا وبتكلموني وبتدعموني مرسي جدا لحضرتك مرسي مرسي نورتيني بصوا بقى اهو بقى عندنا اهو شايفين فيش عندي ورقة تطلع بيضة ولا اي حاجة اهو على ايدي على البلانشا لا وبعدين بقى حشو سهلا قوي عايزين اهو الناس اللي بتحب تقطيع البلانشاة عارفاكو 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 يبتغل هندسة يبتغل مرقو القلم عارفاكو اهو شايفين بفردها اهي اهو عايز اقولكو ده بقى كده خلاص برد اتصفى شايفين انا صفيتو ازاي حطيتو في المصفى نزل كل الميا اللي فيه مااخدش وقته خالص قطعتو بقى عندي احلى ورق محشي دي كبيرة شوية جاهز على الحشو خلاص بس كده طيب هقولكو بقى دلوقتي هعمل ايه هقطع الخضرة تمام علشان احطها في الخلطة الخلطة عندي تقريبا الطماطم خلاص الصلصة بردت معي هحطها وهقولكو بقى فيه ناس اقويل كتير يعني كتير كتير بيقولوا لا المحشي الكرمب يحتاج خضراء غير المحشي الورق عنب لا المحشي ورق عنب يحتاج خضراء غير الكرمب انا هقولكو انا بحط كل انواع الخضراء بصراحة كل حاجة فيها بتدي طعمه مختلف الكسبارة والبقدونس قالوا بالمناسبة دي بتعفض فرامة بينهم هم؟ طيب هقولكو البقدونس زي ما انتو شايفين بتبقى ايه كده ورقة سرحة شايفيني كده؟ البقدونس ورقة سرحة هتلاقوها كده من تحت ما فيهاش حاجة شايفين سرحة كده وبسيطة ملهاش في التفاصيل ملهاش ورق كتير ملهاش في الراغية البقدونس كده هنلاقي دي ما البقدونس شوية مسفر عن الكسبارة بصوا الكسبارة بعمل ازاي؟ تموت في التفاصيل بصوا تموت في التفاصيل الكسبارة يا تجنن ولونها بيبقى ايه؟ ازهق سنة شوية عن البقدونس تعالوا بقى نقطع بحب قطعه كده جدا هاتخلص بس من عروش الكرفس الكرفس ايه؟ الشابت مش تقولوني انه هو مش كرفس؟ انت عارفني ايتي هم مش عارفين اهو بصوا بقى بالراحة خالص اهو بصوا يا جامعة ما ينفعش اعصر الحاجة وانا اه بقطعها وما ينفعش اضربها في الكبه لان دي بيتنزل كل فيتامينات اللي فيها كده والمعايدن لا لازم احتفظ بيها بصوا اهو ما بحبش اقطعها نعمة قوي ما بحبش اعصرها في الكبه مهم جدا اهو سهل اهو حطيت كله على بعضه وبسكينة حمية على فكرة طول ما سكاكين حمية ما تقلقوش منها هتديكوا افضل نتيجة ومش هتتعوروا منها سكاكين البردة التلمة هي اللي بتعور على فكرة اهو شايفين؟ اهو هروح بقى جايباها دلوقتي ويحطاها عندي على الصلصة اللي جهزت بتاعت المحشي اهو عارفين بقى احلى حاجة دلوقتي ايه؟ نجيب الغيف بلدي ونعمل نصف سندويتش تسبيكة يا سالم يا سالم احلى سندويتش تسبيكة لازم ماما تعمل هولا وهي بتعمل الاكلة دي لازم لازم وماما بتعمل محشي وخلطة محشي وتسبيكة قبل ما تحط الرز تكون مزبطانا في صندويتش كل واحد فينا بس كده خلاص قلبتها وبقى تمام اهي دلوقتي بقى هنحطها في اكياز بلاستيك وكمان هنحط عندي الورق الكرومب في علب هنرجع بعض الفاصل هتلاقوا كل حاجة جاهزة فاصل صغير ونرجع لكم بسرعة جدا نستنونا اهury اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة